السلام عليكم طلاب الصف السادس في مادة التربية المهنية سنأخذ اليوم الدرس الثاني من وحدة أشغال الإبرة بعنوان مثبتات الملابس لماذا أستخدم مثبتات للملابس؟ لأنها تعمل على إغلاق الفتحات في قطع الملابس وأيضا تسهل ارتداء الملابس وخلعها هلأ هاي المثبتات باستخدمها لتزيين الملابس وأعطاها منظر جميل سنتعرف على نوع من أنواع هاي المثبتات اللي هي الأزرار كيف بركبها وأنواعها وكيف بثبتها على الملابس بداية ما هي الأزرار؟ تعريف الأزرار هي من المكملات المتصلة المهمة للملابس ولها أشكال وألوان وحجوم وأوزان مختلفة إذن هاي الأزرار لها أشكال ألوان وحجوم وأوزان مختلفة تصنع من البلاستيك أو المعدن أو الخشب وتستخدم في إغلاق فتحات الملابس وفي التزيين والزخرفة لإعطاء منظر جميل للملابس إذن الأزرار لها أشكال وألوان وحجوم وأوزان مختلفة تصنع من البلاستيك أو المعدن أو الخشب تمام نأتي الآن إلى أنواع الأزرار لدينا أنواع مختلفة من الأزرار منها أزرار ذات ثقبين مثل هذا الزر له ثقبين هنا وهنا إذن أول نوع أزرار ذات ثقبين النوع الثاني أزرار لها أربعة ثقوب بهذه الطريقة أربعة ثقوب فيهون الشكل هذا الشكل أو هذا أو هذا نلاحظ أنها بأحجام مختلفة إذن أول نوع أزرار ذات ثقبين هذا الثاني أزرار لها أربعة ثقوب مثل هذه الأزرار النوع الثالث أزرار ذات أعناق ولها عروة من الخلف كيف يعني مثل هذا الزر ذات أعناق ولها عروة من الخلف يعني هاي بهذه الطريقة مثل هذا أو هذا وآخر نوع أزرار قطان ننتقل إلى خطوة تركيب الأزرار على قطع القماش أولا بدنا نحضر المواد طبعا والأدوات اللازمة للعمل بندخل خيط التسريج في ثقب الإبرة بعدين منحدد مكان الزر على قطعة القماش بوضع علامة بصابون التأشير إذن بضع علامة مكان ما بدي أحط الزر أو بحطه أو بضع علامة بالدبوس بستعمل خيطاً مزدوجاً لماذا؟ ليعطي ثباتاً أكثر للعمل وبستخدم الكشتبان لحماية الأصابع من الأذى بعدين بغرز الإبرة من ضهر القماش إلى الوجه في موضع الأزرار المحدد بثبت الخيط بغرزة التثبيت كما في الشكل هنا بمرر الإبرة من أحد الثقبين من الجهة السفلية للزر طبعاً هذا الزر في ثقبين ثم طبعاً بعدما أمرر الإبرة في أحد الثقبين من الجهة السفلية للزر بسحبها كما في الشكل هنا بدخل الإبرة في ضهر القماش في الثقب الأول في الزر ثم في الثقب الآخر بنزل الإبرة للأسفل أسفل القماش بعدين بعمل غرز حول الخيوط السفلية الموجودة أسفل القماش لتثبيت نهاية التركيب كما في الشكل هنا أخيراً بنضف الأدوات اللي استخدمتها وبحطها بمكانها المخصص بعدين بغسل يدي عند الانتهاء من العمل لدي هنا مجموعة من المعلومات يجب أنه نذكرها تؤخذ قصاصة من القماش عند شراء الأزرار لضمان التناصق الجيد من حيث النوع واللون مع القماش يراعى تناسب حجم الأزرار ووزنها مع نوعية القماش هنا لدينا أنواع للقماش القماش الخفيف بيختار له أزرار خفيفة والعكس إذا كان القماش ثقيل بختار له أزرار ثقيل تركب الأزرار لملابس النساء في الجهة اليسرى وتركب في الجهة اليمنى لملابس الرجال ترجمة نانسي قنقر